السلام عليكم أساطير HD Action بطلة فيلمنا يا أسطورة بنت جميلة عايشة في بلد بعيد عن أهلها بس لما بتعرف خبر موتهم بترجع تعيش في البيت لكنها ما كانتش مدركة اللي مستنيها وبيبدأ فيلمنا النهاردة مع بنت جميلة اسمها تومي بتروح مركز تدريب الرماية تتدرب شوية على إطلاق الرصاص وبنلاحظ موهبتها ودقتها العالية في التصويب وبسبب كده بتحط صورة واحد من اللي بيدايقوها في المكان تصوب عليها علشان تبين له اللي هي هتعمله فيه لو فاضل يدايقها أكتر من كده بعدها بتروح الحانة بتاعتها وبتقدم للزباين الكحوليات بكل سعادة أما على الناحية التانية بنشوف أبو تومي بيروح محل صاحبه هنري وبيبن إنهم على خلاف مع بعض وحتى الشرط اللي كان بيساعد أبوها في شغله بدأ يقلب عليه فبيغضب أبو تومي جدا وبيدفعه بقوة يخبطه في الباب لكن باللاحظ مجرم خطير رابط شريطة حمر على دماغه وبيبص الأبو تومي بنظرة انتقام وده لإن المجرم والشرطي شغالين مع بعض وعاوزين يخلصوا على أبو تومي علشان كده بيدخلوا معاه في مطاردة من أشرس ما يكون وبيفضلوا يتبادلوا إطلاق النيران وبيبقوا خلاص هيقربوا من أبو تومي ويفرتقوا دماغه لكن على آخر لحظة بيقدر يهرب منهم وبيجرب سرعة في اتجاه البيت وأول ما بيدخل بينادي على امراته علشان يهربوا من البلد بأقصى سرعة بس للأسف الشرطي والمجرم بيحصلوهم وبيقفوا قدام البيت أما تومي فبتبقى لسه ما عرفتش اللي حصل لأبوها وأمها وبتكمل شغل عادي لحد ما بتلاقي واحد سكران بيتعدى حدوده مع واحد ومراته فبتجري عليه وبتشده ترميه برا الحانة وبتتأسف للزباين وللأسف ما بيعديش ثواني وحد بيتصل بها يقول لها إن أبوها وأمها ماتوا بسبب سوء الأوضاع في القرية بتاعتهم ساعتها تومي ما بتقدرش تمسك أعصابها وبتنهار من العياض وهنا بتقرر إنها ترجع قريتها علشان تبيع الأملاك اللي أبوها سبها لها وترجع المدينة تاني ومن تاني يوم بتاخد عربيتها وبترجع على القرية وبتروح على البيت بتاع أهلها ولما بتدخل البيت بتفضل تبتكر ذكرياتها مع أبوها وهو بيعلمها استخدام السلاح وهي طفلة وبيعرفها إنها هتحتاج المهارة دي في وقت من الأوقات سواء كانت لمحاربة المجرمين أو الشرطة اللي هتخضر بيهم في أي وقت بعدها بتدخل تومي قضى وبتتخيل أمها وهي بتضرب أبوها بالنار وبعدين بتضرب نفسها طلقة في دماغها وبتموت لكن تومي بتؤمن النم مفزوعة وبتروح تجهز حاجة تشربها وفي الوقت ده بتلاقي أبوها سيب لها رسالة على التلاجة لكنها ما بتفهمش الغرض منها والتاني يوم بتطلع تومي ألبوم الصور بتاع أبوها وبتفضل تبصله وتستعيد ذكرياتها وفجأة بتحس بحد بي لف حوالين البيت فبتقوم تفتح بسرعة لكنها بتطمن لما بتلاقيها مرات هيناري صاحب أبوها وجاية تعزيها وتعرض عليها المساعدة في أي وقت وقبل ما تمشي مرات هيناري بتقول لها تروح تتفرج على الحظيرة بتاعتهم بعد ما أبوها جددها ولما بتدخلها تومي بتلاقي أبوها كان مجهز الحظيرة علشان يعمل لها حانة وفجأة بتسمع صوت حد في المزرعة فبتجري تجيب المسدس بتاعها وبتروح له وبنتفاجئ إنه المجرم اللي كان بيطارد أبوها وبيهجم عليها يوقع لها المسدس وبيسألها عن شيء مجهول لكنها ما بتبقاش عارفة هو بيتكلم عن إيه فبتضربه بالرجل في بطنه وبتجري تاخد المسدس لكن المجرم بيستغل الفرصة وبيركب على بيته وبيهرب في ثواني بعدها بشوية بتركب تومي الغارب بتاع أبوها وبتخرب في جولة في البحيرة زي ما كانت متعودة زمان بس لما بترجع للبيت بتتصدم لما بتلاقي باب الحظيرة مفتوح وهنا بتمسك حديدة وبتدخل تدور على الحرامي اللي اقتحم المكان لحد ما بتسمع صوته وبتبقى خلاص هتهجم عليه لكن على آخر لحظة بتلاقي كودي صاحب أبوها ساعتها بتهدى تومي وبتقعد تتكلم معاه لأنهم ما شفوش بعض من زمان وبتلاقي بيسألها عن أبوها فبتعرفوا إن أمها موتت أبوها وموتت نفسها لكن كودي بيبنع عليه الصدمة لما بيسمع كلامها وبدون سابق إنذار بيسيبها وبيجري على العربية وبيمشي وهنا تومي بتستغرب رد فعله الغريب وعلشان تفهم السبب اللي خلاه يعمل كده بتقرر تروح الحانة اللي كودي كان بيقعد فيها زمان واللي بتبقى بتاعت شاب باسمه ويليامز والشاب ده كان معجب بتومي قبل ما تسافر المدينة فبيستقبلها بحفاوة كبيرة وبيقدم لها المشروب المفضل بتاعها بعدها بتسأله تومي عن كودي إذا كان جاله النهاردة لكنه بيأكد لها إنه ساب القرية من فترة والحد دلوقتي ما شفهوش وفي اللحظة دي بينلاقي بنت قاعدة على تربيزة وبتتدايق فجأة وبتمشي من الحانة من غير ما تحاسب وبعد كده بيفضلوا يتكلموا عن أحوال القرية وبيأكد لها ويليامز إن القرية مش في أحسن حال خصوصا بعد ما منعوا الصيد فيها ودي الحرفة الأساسية للقرية وقتها تومي بتستأزنه علشان تمشي وبيتفقوا إنهم يخرجوا مع بعض في وقت تاني ومن هنا بتروح تومي على بيت كودي تدور عليه لكنها ما بتلاقيش حد في البيت فبتضطر إنها ترجع على البيت على طول وهناك بتلاقي واحد صاحب أبوها اسمه بين واقف مستنيها علشان يسلم عليها ويعزيها في موت أبوها فبتجري عليه بأقصى سرعة تقرب منه لإنها كانت بتعتبره زي أبوها بالظبط وبعدها بين بيعرفها إن أبوها كان بيعاني كتير في آخر أيامه بعد ما الصيد اتمنع وبعدين بيسألها إذا كان أبوها ساب لها ملاحظات أو جواب في أي مكان لكنها بتأكد له إنها ما لقيتش حاجة لحد دلوقتي ساعتها بيودعها بين وبيوعدها إنه هيفضل جنبها وقت ما تحتاجه وبيسيبها وبيمشي وبمجرد ما بيمشي بين بيتصل عليها ويليامز وبيقول لها إنه مستنيها في الحانة علشان يخرجوا مع بعض لكن تومي بتزهق قبل المعاد وبتروح له على الحانة وهناك بنلاقي الشرطي والمجرم قاعدين مع البنت اللي مشيت من الحانة ومعهم شخص ضخم جدا وزيادة عليهم العم بين واقف بيتكلم مع ويليامز وفي الوقت ده بتحس تومي بالألأ وبتاخد ويليامز وبيخرجه من الحانة وبيروحوا يقعدوا على البحر وبيشربوا إزازة كحول وبيفضلوا يتكلموا مع بعض وبيصدمها ويليامز ساعتها إن أبوها كان بيسافر لبلد تانية بينق الممنوعات في المراكب بتاعته لكنه كان بياخد نصيبه وبيوزاهه على أهل القرية لكن تومي بتتصدم من كلام ويليامز وبتفضل تشرب كحول لحد ما بتدوخ وبتطلب منه إنه يوصلها للبيت وفي الطريق بتفضل تومي تتخيل ويليامز إنه شرير وبيقول لها إنه كان شريك في موت أبوها لكنها بتبقى فقدة سيطرة ومش قادرة تستوعب أي حاجة لكن كل اللي قاله ويليامز كان حقيقي وبنفهم كده لما بيشيلها يدخلها للبيت وبيكون المجرم قاعد بيأكل في المطبخ وبمجرد ما بيحطوها على الكنبة بيقلبوا البيت كله على الحاجة اللي بيدوروا عليها وتومي ما بتقدرش تعمل أي حاجة رغم إنها شايفاهم وتاني يوم بقى بتصحى تومي من النوم ومش مصدق اللي حصل مبارح لكنها بتقوم تتأكد من الطبق اللي المجرم كان بيأكل منه وبتلاقيه فعلا ما كانوا وبتتأكد إنهم كانوا بيفتشوا البيت وفي نفس الأثناء بنلاقي الشرط والمجرم بيروحوا الواحد صياد بينادوا عليه وبيقولولوا إنهم عاوزينه يروح معاهم لكن بدون سابق انذار الصياد بيدرب الشرط في وشه وبيطلع يجري لكن المجرم بيجري وراءه بيمسكه بكل سهولة وبنعرف ساعتها إنهم مخدينه علشان يقابل بين واللي بيبقى هو المسيطر على حركة الصيد ومانع أي حد إنه يصطاد علشان يسيطر على البلد كلها ولما بين بيلاقي الصياد مكمل في عناده وبيتحدى إنه هيكمل شغله عادي ولو اتعرضه هيفضاحه بيؤمر بين المجرم وقتها إنه يخلص عليه فبينقض عليه المجرم وبيلف في إيده حوالين رقبة الصياد وبيخنقه بعنف الحد ما بيخلص عليه وبياخده يدفن جسيتو بعدها بنلاقي تومي رايحة للمحامي علشان تخلص إجراءات الميراس وبنعرف إن أبوها سبلها الأرض بتاعته والبيت والحظيرة لكن للأسف محجوز عليهم للبنك لإن أبوها عليه ديون والغريب إن أبوها سحب مبلغ كبير من الحساب وقفله قبل ما يموت بيومين لكن رغم كده المحامي بيطمنها إن العم بيهندفع كل الديون اللي عليهم وممتلكتها باقت حرة التصرف فيها فبتشكره تومي وبتاخد أوراق الملكية وبتمشي وبنلاقيها راجع للبيت متعصبة وعاوزة تعرف أبوها سبل في لوسفين وبتمسك الرسالة إلا أبوها كتبها لها وبتفضل تقلب في صور أبوها مع كودي وبتخمن إنه موجود في المركب بتاع أبوها واللي بيبقوا متصورين جنبها وعلى طول بتاخد مسدسها وبتروح على المركب لكنها ما خدتش بالها من اللي بيرائبها بس المهم إنها بتلاقي كودي مستخب في المركب وبتبقى عاوزة تفهم اللي حصل فبيهديها كودي وبيرجع معاها على البيت وبمجرد ما بيرجعوا البيت بيعترف لها كودي إن العم بين اتعاقد مع شركة بترول من خمس سنين وطلبوا منه إنه يسيطر على البحيرة كلها علشان يقفلوها ويستخدموها للتنقيب عن البترول ومن وقتها بدأت القرية الضهور والناس ما بقتش لا يتاكل وبيموت منهم عدد كبير كل فترة علشان كده قرر أبوها يلاقي طريقة يشغل بيها البحيرة بس قبل واحد أقنعه إنه يهرب له الممنوعات بتاعته وقبل ما تتعصب تومي عليه بيعرفها إنه كان بيوزع نصيبه على أهل القرية لكن في آخر فترة أبوها نفذ عملية كبيرة وحصل خلاف بينه وبين العم بينه والشرطة وفضلوا يدوروا على الفلوس اللي تقدر بملايين اللي كسبها من الصفقة وبيعرفها إنه مش مستبعد إن بينه يكون لي يد في موت أبوها لأن كل أهل القرية بيخافوا منه وأكيد سعدوا في موت أبوها وأمها ساعتها بتقرر تومي تحط سيقتها كلها في كودي وبيقوموا يدوروا على خط يلاقوا الفلوس من خلاله لحد ما بتلاقي صندوق حديد في الصالة لكن في اللحظة دي بيلحظوا إن رجال تبين بيرقبوهم فبيبطلوا حركة كتير لحد ما بتكتشف تومي إن الصندوق الحديد محطوط وراء أسلحة كتير جدا وعلشان أبوها كان بيستخدم الصندوق ده وهو طالع يصطاد وبيأكد لها كودي إنه أكيد أبوها مخبل فلوس في البحيرة ساعتها كودي بيهربها من الباب التاني وبياخد الأسلحة وبيخرج يواجه رجال الدين وفعلا المجرم بيسيبها تمشي وبيفضل قاعد رائب كودي أما هي فبتروح لويليامز الحانة وبتعرفه إنها حست بي وهو بيفتش البيت مع المجرم وبتفضل تتكلم معاه لحد ما بتلاقي البنت اللي كانت قاعدة مع المجرم بتتعصب وبتخرج من الحانة وقتها تومي بتوقف كلام معاه وبتطلع وراء البنت دي وبتركبها معاه العربية وبتحط المسدس فيه الشهة لكن البنت ما بتبقاش مهتمة إنها تموت وقبل ما تعترف لها بحاجة بتلاقي الشرطة جاي وراها وبياخد البنت منها وكل دا والبنت بتقول لها تهرب من القرية وبعدها بيخرج الضخم من الحانة وأول ما بتشوفه تومي بتترعب وبتهرب بأقصى سرعة وبترجع على البيت بتلاقيه متبهدل على الآخر وكمان كودي مش موجود في البيت فبتحس ساعتها تومي باليأس وبتقعد تعيط في الأرض لحد ما بتروح في النوم وهي قاعدة وبالليل بتصحى من النوم وبتقرر إنها تروح على البحيرة تدور على الفلوس وبالفعل بتلاقيها وبتطلع أكياس الفلوس وبترجع على البيت تلم شنطتها علشان تهرب لكنها للأسف بتنسى المسدس على السرير وبمجرد ما بتخرج تركب العربية علشان تهرب بتلاقي هنري وبين ورجالتم حوطنها وبين بيؤمر المجرم إنه يضربها بمنتهى القوة وبعدين بيعترف لها إنه بعد ما حبسوا أبوها وأمها في البيت سلم المسدس لهنري وخلا يخلص عليهم بدم بارد لكن بعد ما قلبوا البيت ملقوش الفلوس علشان كده أمر المحامي إنه يتصل بيها علشان تيجي تتشف السر وطبعا وقتها بياخد الفلوس وبيؤمر المجرم يخلص عليها لكن الضخم بياخد منه المسدس وبيضربها طلق في دماغها وبياخدها يرميها من فوق جبل عالي لكن تاني يوم بيروح الضخم ده على المكان اللي تومي وقعت فيه جهز لها الفطار لحد ما بتصحى كمان ولما بتفوق تومي بتعرف إنه هو اللي عمل الخدعة دي علشان يبين لي بين ورجالته إنه موتها والسبب اللي خلاي قرر يساعدها هو إنه كان بيعتبر أبوها قضوة لي لأنه ما كانش قادر يستحمل حالة الناس وهم بيتدمروا بعدها بتسأله تومي عن كودي فبيعرفها إنه لسه عايش والمجرم حبسه في المرسم بتاع بين وساعتها بيطلب منها الضخم إنها تساعدوا إنهم يتخلصوا من بين ورجالته وبيسيبها تفكر شوية لحد ما يخلص الطبق بتاعه لكن قبل ما يعمل كده بتوافق تومي وبتاخد منه المسدس وبتروح تجاهز نفسها في البيت وبتاخد مسدس من بتوع أبوها وبيروحوا فورا على الحانة وبيهددوه اللي اتنين بالسلاح علشان يقول لهم ما كان بين وبتفضل تومي تضربه بالقلم على وشه بقوة كبيرة لحد ما بيقول لها على المكان اللي قاعد فيه ساعتها بتسيبه مع الضخم وبتضربه طلقه في رجله لإنه غلط فيها بس لما بتخرج من الحانة وما بتاخدش بالها إن الشرطي واقف وراها لكنها بتحس بيه وهو بيسحب المسدس وبتلف بأقصى سرعة تضربه طلقه في نص دماغه بتخلص عليه وبعدين بتروح لبين تتسحب لحد ما بتدخله البيت وبتوجه المسدس عليه لكنه بيترعب وبيفضل يترجهها تسيبه وهيصلح كل اللي عمله لكن مع إصرار تومي إنها تخلص عليه بتلاقي المجرم واقف وربابه بيضرب عليها رصاص فبتطلع تجري منه الحد ما بتستخبه وبتستني قرب لها وبتضربه طلقه في رجله وقبل ما تضربه آخر طلقه المسدس بتاعها بيخلص فبتهجم عليه وبتضربه بالرجل فوشه كتير وبتلفق ديها على رقابته وبتخنقه لحد آخر نفس فيه بس ساعتها بيقدر بين ياخد مسدسه ويواجهه عليها وبيهددها إنه هيخلص عليها لكن كودي بيخرج في الوقت المناسب وبيكتفه وبياخد منه المسدس وفي اللحظة دي بتقرر تومي تخلص عليه من غير ما تضربه زي ما عمل مع أبوها وبتخلي كودي يفرتك دماغه بالرصاص وبتروح لبيت العم هنري وبتدخل تخلص عليه رغم إن مراته بتفضل تتحايل عليها إنها ترحمه لكن تومي مفيش قدامها حاجة غير الانتقام ومن بعدها بتحس تومي بالإنجاز إنها رجعت حق أبوها وأمها وبتقرر إنها تشتغل في الصدب المركب بتاع أبوها وده بمساعدة كودي وكل ده علشان يساعدوا الناس زي ما كان أبوها بيعمل وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة يا أسطورة ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصل لك كل ملخصات HD Action